ثانيا ضرب المصفوفات رقم واحد ضرب المصفوفة في عدد ثابت عند ضرب أي مصفوفة في عدد ثابت يتم ضرب العدد ثابت في جميع عناصر المصفوفة لاحظ الفرق عند ضرب عدد ثابت في محدد كان يتم ضرب العدد ثابت في عناصر صف أو عناصر عمود أما في المصفوفات عند ضرب عدد ثابت في المصفوفة يتم ضرب العدد ثابت في جميع عناصر المصفوفة مثال إذا كانت المصفوفة A مصفوفة 2 في 2 والمصفوفة B مصفوفة 3 في 3 فأوجد 3 ضرب A 3 ده عدد ثابت وإيه هي المصفوفة و5 ضرب B خمسة عدد ثابت وB هي المصفوفة يتم إيجاد 3 في A كمالي نقوم بضرب العدد 3 في كل عنصر من عناصر المصفوفة A كمالي 3 في 0 يساوي 0 3 في سالب 1 يساوي سالب 3 3 في 3 يساوي 9 3 في 5 يساوي 15 والمصفوفة النتجة من عمليات الضرب هي مصفوفة أيضا 2 في 2 إيجاد 5 في B أو 5 ضرب المصفوفة B نقوم بضرب العدد 5 في جميع أو في كل عنصر من عناصر المصفوفة B كمالي 5 في 1 يساوي 5 5 في 0 يساوي 0 5 في 8 يساوي 40 5 في 2 يساوي 10 5 في 7 يساوي 35 5 في 1 يساوي 5 5 في 6 يساوي 30 5 في 5 يساوي 25 5 في 4 يساوي 20 المصفوفة النتجة من عمليات الضرب هي مصفوفة أيضا 3 في 3 لاحظ أن خاصية الإبدال تتحقق عند ضرب المصفوفة في عدد ثابت بمعنى أنه إذا كان لدينا المصفوفة A وK عدد ثابت فإن حاصل ضرب K في A يساوي A في K وكذلك K في A لكل أسين أي ضرب K في A عدد أن من المرات يساوي A أسين في K أسين رقم 2 ضرب مصفوفتين لضرب أي مصفوفتين لابد من توفر الشرط التالي الشرط هو عدد أعملت المصفوفة الأولى لابد أن يكون مساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية إذا لم يتحق هذا الشرط لا يمكن ضرب المصفوفتين بمعنى أنه إذا كان لدينا مصفوفتين A وB المصفوفة A من الرد M1 في N1 عدد صفوف عدد الصفوف وN عدد الأعمدة وB M2 عدد الصفوف وN2 عدد الأعمدة باعتبار أن A هي المصفوفة الأولى وB هي المصفوفة الثانية فشرط الضرب هو أن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يكون مساوي لعدد صفوف المصفوفة الثانية أي أن N1 يساوي M2 هذا هو شرط الضرب إذا تحق شرط الضرب نقوم بعملية ضرب ويكون لدينا مصفوفة نتجة من عملية ضرب هي M1 في N2 المصفوفة نتجة من عملية ضرب إذا لم يتحق هذا الشرط يبقى لا يمكن عملية الضرب ويتضح ذلك من المثال التالي أو جد حاصل ضرب مصفوفتين A وB A في B المصفوفة A قبل أن نجري عملية ضرب ننظر أولا إلى ردبة المصفوفتين وهل الشرط متحقق أم لا فنجد أن المصفوفة A من الردبة 2 في 3 المصفوفة B من الردبة 3 في 2 عمدة أو عدد عمدة المصفوفة الأولى اللي هي A يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية اللي هي B يساوي 3 أي أن الشرط متحقق طالما أن الشرط متحق يمكن نجري عملية ضرب كمالي نقوم بضرب الصف الأول في المصفوفة A في العمود الأول في المصفوفة B كمالي 3 في 6 زائد 7 في 2 زائد 6 في 1 ثم نقوم بضرب الصف الأول في المصفوفة A في العمود الثاني من المصفوفة B كمالي 3 في 3 زائد 7 في 4 زائد 6 في 2 بعد نتعلم من الصف الأول في المصفوفة A ننتقل إلى الصف الثاني نقوم بضربه أيضا في العمود الأول من المصفوفة B فيكون 2 في 6 زائد 5 في 2 زائد 1 في 1 ثم نقوم بضرب الصف الثاني في A في العمود الثاني في B فيكون ناتج 2 في 3 زائد 5 في 4 زائد 1 في 2 ناتج ضرب صف من صفوف المصفوف A في عمود من عمودة المصفوف B يكون عنصر وبالتالي يكون لدينا حاصل ضرب الصف الأول في المصفوف A في العمود الأول في المصفوف B هو 38 الصف الأول في المصفوف A في العمود الثاني من عمودة المصفوف B هو 49 حاصل ضرب الصف الثاني في المصفوفة A في العمود الأول المصفوفة B هو 23 حاصل ضرب الصف الثاني من صفوف المصفوف A في العمود الثاني من عمودة المصفوفة B يكون هو 28 وبالتالي المصفوفة النتجة هي مصفوفة 2 في 2 مثال آخر أوجد حاصل ضرب المصفوفتين A وB المصفوفة A هي مصفوفة مربعة والمصفوفة B هي مصفوفة مربعة قبل أن نجري عملية الضرب لابد أن ننظر إلى ردبة كل المصفوف من المصفوفتين وهل الشرط المتحقق أم لا نجد أن المصفوف A هي مصفوفة 2 في 2 والمصفوف B هي 2 في 2 عدد أعمل المصفوفة الأولى بيساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية وبالتالي الشرط المتحقق نجري عملية الضرب أيضا كما أجرناها في المثال السابق فنقوم بضرب عناصر الصف الأول من صفوف المصفوف A في العمود الأول من أعمل المصفوف B فيكون 3 في 0 زائد 4 في 5 فيكون 3 في 0 زائد 4 في 5 ثم نقوم بضرب الصف الأول من صفوف A في العمود الثاني من عمدة B فيكون 3 في سالب 1 زائد 4 في 3 نقوم بضرب الصف الثاني من صفوف A في العمود الأول من عمدة B فيكون 2 في 0 زائد 1 في 5 نقوم بضرب الصف الثاني من صفوف A في العمود الثاني من عمدة B فيكون 2 في سالب 1 و 1 في 3 ناتج ضرب صف في عمود يكون عنصر فالصف الأول من A مع العمود الأول من B يكون ناتج الضرب 20 الصف الأول من A مع العمود الثاني من B يكون ناتج الضرب 9 الصف الثاني من A مع العمود الأول من B يكون 5 الصف الثاني من A مع العمود الثاني من B يكون واحد وبالتالي يكون ناتج الضرب مصفوفة اثنين في اثنين مثال آخر أوجد حاصل ضرب المصفوفتين A في B إذا كانت A مصفوفة اثنين في واحد من الرتبة اثنين في واحد والمصفوفة B مصفوفة من الرتبة واحد في ثلاثة فA في B ننظر إلى الشرط نجد أن الشرط متحقق لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية وبالتالي يتم عملية ضرب كمالي نقوم بضرب الصف الأول في العمود الأول اثنين في واحد الصف الأول في العمود الثاني اثنين في أربعة الصف الأول في العمود الثالث اثنين في خمسة ثم نقوم بضرب الصف الثاني في العمود الأول تلاتة في واحد الصف الثاني في العمود الثاني تلاتة في أربعة الصف الثاني في العمود الثالث تلاتة في خمسة ويكون ناتج الدرب هو المصفوفة 2 في 3 أي مصفوفة من الردبة 2 في 3 لجه حاصل ضرب B في E لجه حاصل ضرب B في E نتأكد من تحقي شرط الدرب من عدمه للتأكد نجد أن المصفوفة B من الردبة 3 في 1 المصفوفة أTHE من الردبة 2 في 1 عدد أعمالة المصفوفة الأولى تساوي 1 عدد سفو المصفوفة الثانية تساوي 2 وبالتالي فإن الشرط غير متحقق أي أن عدد أعمالات المصفوفة الأولى B لا يساوي عدد صفو المصفوفة الثانية A وبالتالي لا يمكن إجاد حاصل ضرب المصفوفتين B في A مثال أوجد حاصل ضرب المصفوفتين A في B حيث المصفوفة A مصفوفة من الردبة 1 في 2 المصفوفة B من الردبة 2 في 1 لإجراء عملية الضرب نتأكد من تحق شرط الضرب من عدمه المصفوفة A 1 في 2 المصفوفة B كما هو واضح 2 في 1 عدد أعمالات المصفوفة الأولى يساوي 2 عدد صفو المصفوفة الثانية يساوي 2 وبالتالي الشرط متحقق نقوم بضرب الصف في العمود 3 في 9 زائد 4 في 7 ناتج أو حاصل الضرب ناتج حاصل الضرب يساوي 55 مثال آخر أوجد حاصل ضرب المصفوفتين A في B ثم أوجد B في A المصفوفة A من الردبة 1 في 3 المصفوفة B من الردبة 3 في 1 لإجراء عملية الضرب نتأكد أولا من تحق شرط الضرب A في B المصفوفة A 1 في 3 المصفوفة B 3 في 1 عدد أعمالات المصفوفة الأولى يساوي عدد صفو المصفوفة الثانية يساوي 3 نقوم بضرب الصف في العمود 2 في سالب 1 زائد 4 في 0 زائد 5 في 3 ثم نقوم بالجمع نجد أن ناتج حاصل ضرب المصفوفتين هو 13 إجاد B في A لإجاد B في A نتأكد من تحق شرط الضرب من عدمه كما هو واضح المصفوفة B 3 في 1 المصفوفة A 1 في 3 عدد أعمالات المصفوفة الأولى 1 عدد صفو المصفوفة الثانية 1 أيضا وبالتالي فالشرط متحقق نقوم بإجراء عملية الضرب نقوم بضرب الصف الأول في العمود الأول سالب 1 في 2 نقوم بضرب الصف الأول في العمود الثاني سالب 1 في 4 نقوم بضرب الصف الأول في العمود الثالث سالب 1 في 5 ثم نقوم بضرب الصف الثاني في العمود الأول 0 في 2 الصف الثاني في العمود الثاني 0 في 4 الصف الثاني في العمود الثالث 0 في 5 ثم نقوم بضرب الصف الثالث في العمود الأول 3 في 2 ثم ضرب الصف الثالث في العمود الثاني 3 في 4 ثم ضرب الصف الثالث في العمود الثالث 3 في 5 وبالتالي تنتج مصفوفة حاصل الضرب عبارة عن مصفوفة 3 في 3 خصائص ضرب المصفوفات الخاصية الأولى خاصية التبادل إذا كان لدينا المصفوفتان A و B وكان شرط الضرب متحقق فيهما فإنه ليس دائما A في B يساوي B في A أي أن خاصية التبادل لا تتحقق دائما في عملية الضرب ولكن أحيانا تتحقق خاصية التبادل مع بعض المصفوفات وبصفة عامة فإن A في B لا يساوي B في A خاصية التانية من خصائص الضرب إذا كان لدينا المصفوفتان A و B وكان شرط الضرب متحق فيهما وكان حاصل ضربهما يساوي 0 أي أن A في B يساوي 0 فلا يدل لذلك على أن المصفوفة A تساوي 0 أو المصفوفة B تساوي 0 خاصية التوزيع إذا كان لدينا المصفوفات A و B و C وكان شرط الضرب متحق فيهما فإن A في B زائد C يساوي FB زائد A في C أي خاصية التوزيع تتحقق في عملية الضرب خاصية الترافق إذا كان لدينا المصفوفات A و B و C وكان شرط الضرب متحق فيهما فإن A في B في C يساوي A في B في C أي أن خاصية الترافق تتحقق في عملية الضرب هذا المثال على عمليات الضرب السابقة من جمع وطرح وضرب على الطالب حل هذا المثال للتأكد من استيعابه للأجزاء السابقة في العمليات على المصفات من جمع وطرح وضرب